اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكان المرور للنقطة الاخيرة اللي كانت تتعلق بالمقرر دياللي طلب عزل السيد الرئيس من السيد العامي اللي احلته على المحكمة الادارية تبقى للفقرة التالية من المدة من المدة سبعين لاننا اعتبرنا بان السيد الرئيس عدم حضوره يعني انه عدم تقديم استقالته والمدة السبعين كتتحس بانه في عدم تقديم سيقالة الرئيس جازة للمجلس في نفس الجلسة وفي نفس اليوم تقدي عرض طلب لسيد العاميل من اجل عزل السيد الرئيس حالته على المحكمة الادارية هذا بالنسبة للمجرية مجرية الدورة اما على حركية التغيير فهي كما كعرفوا الاخوان انه راه كلهم الاخوان مجموعين يد وحدة وارادة جماعية كما قلناها سابقا من اجل النهوض بالجماعة ديالهم اخذنا على عهدنا منذ الفترة ديالتغيير اللي كانت هذا الملتماس على هذا الشكل مع عرابين اللي كانوا دوزوا تاريخ في الجماعة هنا كانت عندنا ارادة تغييرية وبقينا مصرين على ارادة تغييرية بجماعتنا لانه لم تستفيد ولم تنال حضها كباقي الجماعات رغم عملية تغيير السيد الرئيس بحكم النائب الاول وكنت كاخوة كصديق له كنت نصحا له دائما لمدة ثلاث سنوات الى ان فاض الكأس لانه لم للاسف للاسف انا اتأسف انه باش نوصلوا لهذه المرحلة لانه كان الساكنة كنت تستم فينا خير من تغيير السابق وذلك اليوم المشهود باخرنا باشي من التواصل قبل قبل عزب الرئيس كنت في نياس وميركا نعم نحيي نحيي بدل المبادرة نحيي الاخوان دي ونا على الصمود والاخوات دي ونا على الصمود دي لهم لانه كانت اغراءات وكنا من الأول بحكمة جريبة السابقة دي الملتماس لداز عرفنا أنه التغارات فين كتكون وعرفنا سماصيرات الانتخابات لكي تنتهزوا الفرص أنه سدين عليهم جميع الأبواب وجميع النوافيد خدوا بالإخوان قناعة دي لهم بأنهم والحمد لله يشرفون ونفتخروا بأنهم يشرفوا الجماعة دي لهم لأنهم فضلوا المصلاحة دي لجماعة دي لهم بالدرجة الأولى واعتبروا وعرفوا القيمة دي الجماعة دي لهم وقيها الجغرافي واستثنائية تباقي الجماعات والقرب دي للمراكش وما ينتظرها وما نحن كما قلنا سابقا لا نضع إلا نقول أنه نترك الأطار نحن زائلون نتمنى خير إن شاء الله في تدارك ما استطعنا على الأقل على الأقل تأسيس نؤمن بأنه التغيير والاستثمار يحتاج إلى استراتيجية طويلة الأمد وبعض الأمد نتمنى من كهيئة مدنية أننا نتعاون بعضياتنا وستثمار في العنصر البشري يكون مؤهل للمرحلة اللي كانت تتعلق بجماعة جبيلات وكان عرفوا الضر الموقع تجماعة جبيلات القرب دي للمراكش وسيتنا أتى على باقي الجماعات وما ينتظرها من المشاريع المحيطة بمدينة مراكش هذا يريد إنسان تكون نخبة متقفة لها دراية بالعمل التنموي لها دراية بمجال التنمية لها دراية بتنمية العمران لها دراية بتدبير الشأن المحلي لها آلية قوية ومفيدة في آلية التواصل مع الفائل العمومي ومع الفائل الاقتصادي ومع كل الهيئات التي تصب في نهر التنمية والنهوض بقطاع جماعاتنا جبيلات وشكرا وما تنسوش تابنوا معنا فلاشين واتبعونا على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة